التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بوزير دفاع جمهورية العراق ثابت محمد سعيد العباسي والوفد المرافق له هذا وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر الأمانة العامة بوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلامة الوطنية لكل البلدين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بالسيد ثابت محمد سعيد العباسي وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاستها على الامن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة كذلك التفاهم حول زيادة اوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات واكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية مؤكدا الحرص على تعزيز اوجه التعاون في مختلف المجالات العسكرية من جانبه اعرب وزير دفاع جمهورية العراق عن تقديره لجهود مصر الداعمة في محيطها الاقليمي والدولي متطلعا ان تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء الفريق اسامى عسكر رئيس اركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة